السلام عليكم مشكورين الأخوة والأخوات على الدعم على الفيديو يوم أمس فعلا طلع الكثير من الأخوة والأخوات ينسون يضغطون اللايك على الفيديو ولاحظت عدد اللايكات اللي اختلف عن الفيديوهات السابقة بارك الله فيكم ولا تنسون الاشتراك اللي يسمعونه أول مرة ولا تنسون اللايك لهذا الفيديو بارك الله فيكم قصة اليوم حدثت في سوريا في عام 2003 في أحد أحياء العاصمة السورية دمشق وحصلت هاي القصة لرجل ينقال له أحمد أحمد هذا يعني تقريبا في منتصف الأربعينيات ومتزوج من فاتن فاتن في الثلاثينيات من عمرها أحمد هذا يشتغل تاجر شنطة كيف يعني تاجر شنطة؟ هذا أحمد يشتغل بالذهب تاجر ذهب ولكن ما عنده محل صياغة هذا يروح على المشاغل مشاغل الذهب ويشتري من هاي المشاغل يشتري منها القطع والإكسسوارات الذهبية بكافة أنواعها وهذه البضاعة اللي يشتريها كلياتها يحطها في هاي الحقيبة السامسونايت وشغله يفتل على الصاغة محلات الذهب ويشترون منه بعض القطع وبعض القطع يبدلونها تبديل وأموره ماشية وكل ما حالها تجارته تزدهر وعنده يعني كمية لا يستهان بهم من الذهب وكانت الصياغ هذه اللي في أحياء دمشق في غالبيتهم يعرفون هذا أحمد وكان أحمد قمة بالأخلاق محترم أمين بالتعامل ما عنده غش أرباحه كانت يعني بما يرضي الله مشان هيج الله سبحانه وتعالى فاتحها عليه وفاتح بيت عنده بيت ملك الملك لله ومتزوج مثل ما قلنا من فاتن فاتن هذه كمان بنت عالم وناس ومحترمة وخلوقة ومؤدبة وعايش هو إياها مثل السمنة على العسل وفي يوم من الأيام قرر أحمد وفاتن أنهم يعزمون بيت حماهم طبعا أبوها الفاتن متوفي في عندها أخوها وفي عندها أختها واثنيناتهم متزوجين اعزموهم على العشاء وقاعد أحمد وفاتن أحمد قاعد بهالبيت قاعد يراجع بعض الحسابات ويراجع بعض الأمور وفاتن وفاتن قاعدة تحضر بالعشاء مسويت لها أكثر من طبخة وبانتظار أنهم يجون أهلها اللي هم أخوها وأختها والأزواج فجأة يرون تليفون أحمد ألوى السلام عليكم وإلا مين اللي يتصل اللي يتصل أحد أصدقاء أحمد اللي اسمه عصام عصام هذا ابن أحد الصاغة اللي يتعامل معاهم أحمد كيفك يا أحمد شو أخبارك طمنا عنك قال الحمد لله قال يا أحمد والله في عندي صديق وجار إلي ودي يفتح محل ذهب ووده كمية يعني بده يعبي واجهة هالمحل وحبيت إني أتفقدك لعله وعسى أنت تستفيد أحسن ما يستفيد غيرك فشو أوضاع الشمتة عندك أمورها تمام قاله أي والله تمام أوكي ما في مشكلة قاله بس ودك تيجي الآن قاله والله يا عصام أنا عازم بيت حماي وجاييني عازمهم على العشاء وما أقدر الآن طيب خلينا نأجلها البكرة يا سيدي بكرة الصبح بكرة الظهر قاله الساعة الدنيا العصرية يعني الساعة خمسة ستة الساعة بكير على العشاء وإنت منت بعيد يمداك تروح وتجي يعني تجي نروح نشوفها الشاب هذا وتتفق أنت أو ترجع ويكون لسا بكير على العشاء خيو قاله ايش راية قال له اي نعم قام أحمد سكر التليفون وكان بدايتها أيامها يعني بداية انتشار الأجهزة الخلوية في سوريا ايه منتشرة بالألفين وواحد والألفين واثنين ولكن ما في يعني انتشار كثير إليها كانت الأجهزة غالية والخطوط غالية واشتراكاتها غالية جدا فكان ما يقتنيها إلا بعض الأشخاص اللي قادرين على يشترون هاي الأجهزة وهاي الخطوط فكان أحمد استخدامه للجوال الخليوي وأيضا بالإضافة للخط الأرضي بعد ما سكر التليفون كانت سمعانة فاتن أطراف الحديث بس مو عرفانا شنو اللي يعني الموضوع بشكل عام خير يا أحمد شوفي مين اللي يتصل عليك وين دكتروح قال له والله يتصل علي عصام ابن الصيغ أبو عصام وفيه شروة ويقول لي فيه أحد أصدقائه ودور يفتح محل وممكن أني أبيع نص هالذهبات اللي عندي وقال ممكن أنه نستفيد يعني فيه إفادة الشغلة وتفقدنا الرجال جزا الله خير قالت له طيب يا أحمد رايح أتغيب الشمس يعني بعد شوي يجي أخوي وتجي أختي ويجي زوجها يعني وين دكتروح ليه ما أجلت البكرة قالها والله ما أرضي يعني ولسا فيه وقت شوي معلش وهذا هو قريب ما هو بعيد خليني أروح وما أطول إن شاء الله أبو نصف ساعة زمان ساعة زمان بتشثير وانتظروني انت ولا جو والجماعة ينتظروني ما فيه مشكلة ما فيه حدا غريب قالت طيب روح بس لا تأخر قام أحمد البس وخذ الشنطة هذه معاه وراح لعند عصام وفاتن زوجته رجعت تكفي تحضير الأكل والسلطات والأكلات الطيبة اللي مسويتها شي كبة شي محاشي شي ما بعرف إيش السفرة الشامية اللي ما انتو غشمين عنها ومضى الوقت وأذن المغرب وعتمت العين شوي ولا جاي أخوها الفاتن وزوجته وأختها وزوجها دقوا الباب وفاته وين أحمد قال والله قالت أحمد راح مشواره شوي ويجي بهالوقت هذا يعني استعوقته هي فاتن أنه المفروض لازم يكون جاي لأنه صار له أكثر من ساعة ساعة ونص رايح فاتوا وقعدوا وضيفتهم عصير وقهوة وكذا يالله هالسا يجي شوي يجي أحمد لا صوت ولا صورة ولا تليفون وتأخر وصار المفروض يعني يحطونا العشاء العشاء برد قامت اتصلت فاتن على تليفون أحمد الخلوي التليفون مغلق ما في تغطية أول مرة ثاني مرة ما في نتيجة تقوم تتصل على محل عصام في عندهم دفتر تليفونات ومسجلة فيه الأرقام وكان هذا مستخدم عند الكل رفعت التليفون واتصلت على عصام مرحبا يا عصام كيفك قال اهلا مين معي قالت له أنا زوجة أحمد اللي حكيت معه قبل شوي ما أجل عندك أحمد قالت قال لها ايو والله جيل عندي وخلصنا الشغل اللي بيني وبينه وراح وين راح قال له والله ما أدري بس خاف انه قال لي سمعته يقول ادي يمر على الحميدية او شي ادي يمر على هالسوق قالت له ما أحمد مفروض يكون عندي بالبيت يعني انت متأكد انه طلع جيل عندك وطلع قال لها متأكد انا وخلصنا شغلنا وطلع من عندي انشغل بالها وقالت لهم هي شي شي يقول اه الاختها والزوج اختها والاخوها قالت لهم يقول احمد هذا عصام انه جيل عنده وطلع فقالوا لها طولي بالك شابنت الحلال الغايب عذروا معاه ما تعرفين شنو صار خلينا نطول بالنا شوي الا ما يجي طولي بالك خير ان شاء الله فاتن قلبها علق بنار يعني ما له بالعادة تليفونه مغلق وقاله لو يمكن يعني يفضي من الشحن ما ظل في شحن وعارف هاي التليفونات الخلوية يعني مهم متعودين عليها وهم قاعدين ينتظرون مرت نس ساعة مرت ساعة واحمد مو مبين ما له اي اثر يتصلون على تليفونه الخلوي التليفون مغلق رجعت فاتن اتصلت على محل الذهب تبع عصام على التليفون الارضي ورد عليها عصام قالت له يا عصام احمد لحد الان ما رجع يعني انت متأكد انه طلع من عندك متأكد انه انا قلبي مثل النار عليه ما قالوا بالعادة قالها معقولة لازم يكون رجع من زمان بس والله ما ادري الغايب وعدره معاه قالت له بالله عليك يا عصام انك تجي وشوف في عندي اخوي وجوز اختي موجودين تعال اشرح لنا شنو اللي صار يعني شنو يعني شغل اللي بيناتكم شنو ممكن تروحوني يعني تبحثون عنه انت والشباب قالها طيب انا خليني بس اعطيني شوي اسكر المحل واجيكم وفعلا عصام سكر المحل واجيه لعند بيت احمد واول ما وصل بدأوا يسألونه واجه معها نسو العشاء ونسو العزيم وكل اياتها ها يا عصام شنو اللي صار انت متأكد انه احمد طلع من عندك او جيه لعندك قالهم يا عميم يتأكد مثل ما انا شايفكم وانا اتصلت عليه وهو جيه لعندي وشفنا الرجال اللي ودي يشتري ذهب وطلع من عندي على اساس يلتقون بكرة طلع من عندي وعلى اساس قالوا ديمر على السوق مدري على الحمدية ف يعني الجماعة محترين وين اختفى احمد تلفونه مسكر وجماعة متضرينه على العشاء والمفروض يكون حاضر قالت له الله يخليك اطلع انت والشباب هذول اخوي وجوز اختي ودوروا عليه بهالحارات بهالشوارع وروح على الحمدية على السوق يعني بلش يتلاقونه قال طيب ماشي تمام قاموا ودهم يطلعون قامت اختها الفاتن اللي اسمها نادية نادت لزوجها وقالت له شايف هذا عصام قال ايوه قالت له لا يغيب عن عينك ولا لحظة حتى اذا ودي فوت على الحمام تفوت معها ليش قالت له خلص انت شو ودك ما في داعي اشرح لك هسا انت بس لا يغيب عن عينك بنوب ولا تترك له مجال انه يروع يعني يقولكم ودي يفوت على البيت ودي كذا ودي لا يغيب عن عينك بنوب قال طيب ماشي وقاموا وطلعوا عصام والشباب وراحوا يدورون على احمد هم طلعوا من هين وقامت اختها الفاتن قالت لها ودنا نروح نبلغ مركز الشرطة عن انو احمد متغيب قالت له شنون ودنا نروح نبلغ ولسا ما صار للرجال يعني ساعتين ثلاث يعني ما رح يقبلون البلاغ قالها انتش ودش بس قوم يلبس يخلينا نروح فعلا قامت طاعتها وراحنا على مركز الشرطة مركز الشرطة قريب جدا من المنزل دخلنا على مركز الشرطة ودخلت على الضابط وقال له في هذا الشاب متغيب صار له تقريبا حوالي ثلاث ساعات واحنا جاينا نبلغ عن فقدانه قالها يعني واحد صار له ثلاث ساعات غايب شلون ودنا احنا ممكن الجوز يعني عند اصدقائه أو كذا يعني ثلاث ساعات ما في بلاغ يصير عن ثلاث ساعات روحا بكرة لحتى يمر عليها 48 ساعة أو 24 ساعة لحتى نقدر هذه الساعة نستقبل بلاغ ونبدأ باحث أو شي فقامت اختها الفاتن قالت له ممكن احكي معك على انفراد حضرة الضابط قالها اوكي ما في مشكلة قالت لاختها اطلعي يا فاتن استنينا بره شوي ليش قالت لها انت اطلعي بره ما عليك قامت طلعت فاتن بره وتقول يعني ليش ما تحكي قدامي ظلت نادية اختها الفاتن هي والضابط وقالت له يا سيدي انا شاكة في جريمة قتل شلون سولفت له على القصة ولما جه هذا عصام قالت له شفت نقطة دم الصغيرة كثير على قميص هذا عصام نقطة صغيرة جدا ولكن لفتت نظري وهو كان لابس قميص ابيض ومن بين هاي النقطة الا يعني قدرت اني الاحظها قال طيب قال معناته انه في انا اشك انه هذا الرجال يكون هو سبب يعني متسبب غيابه ممكن يكون قاتله ممكن يكون كذا وقالت له عنده تليفون خلوي حامل تليفون جوال ورقمه موجود عند اختي قالها طيب جيبي رقمه من عند اختتش وتعلي اطلعت اه نادية اخذت رقم عصام من اختها وجبته للضابط وقالها اطلع يستنيني شوي الضابط اتصل مع عصام وقال له تيجي الان على قسم الشرطة القسم الفلاني وكذا خير شوفي قاله تعال ما عليك انت لما طلعت نادية عند اختها فاتن قالت له خلص خلينا نروح على البيت قالت له لا ودنا نستنى شوي ليش قالت له طيب طولي بارش انتي خلنا نستنى شوي المهم ربع ساعة زمان والساعة يجي عصام ومعها جوز اخت فاتن واخوها ودخل فادي على الضابط لحاله ودخلوا اختها الفاتن وضلوا لهم خمس دقائق عشر دقائق وقال له يطلع عصام بالقميص الداخلي البروتيل بدون القميص اللي يلابسوا اللي كان هذا الابيض وطلع الرجال معصب وزعلان ويقولهم يعني هاي التالية اللي قاعد يساعدكم ويمشي معاكم والله الحق مو عليكم الحق علينا وشال حاله وراح طلع الضابط قالهم يا جماعة خلص انت تقدرون تتيسرون الان واحنا اي شي جديد جد معانا راح مبلغكم مباشرة اخذوا رقم تليفون البيت وقالهم احنا على اتصال وقاموا شالوا حالهم وراحوا على بيت احمد وبدأت فاتن تسأل اختها انه فهميني ليش ما ما صلفتي قدامي يعني شنو صلفتي انت والضابط وليش جاء اصام على المركز اللي عند الشرطة وليش طلع بلقميص وليش كذا قالت لها ما اقدر اصلف مشان سرية التحقيق ومشان سلامت التحقيق وات يا اختي يا عيني يا كذا قالت لا تحاولون الصبح بكير استعالوا بس تجعون تعرفون فعلا راهوا على مركز الشرطة المركز قريب جدا من المنزل لما وصلوا على مركز الشرطة قالوا لهم في جثة اه تم العثور عليها في احد المزارع واحنا شاكين انه هاي الجثة اه تكون الاحمد صارت فاتن تصيح وتولول ويا ويل ويا كذا قال طولي بارش يمكن موه قاموا اخذوها على المستشفى اللي فيه الجثة هذه ولما فرجوها يا اولا تكون الصدمة على فاتن وإلا هذا احمد واحمد يعني غارق فيه دماؤه والجثة مدهوسة دهس وشغله يا لطيف بعد ما تم التعرف على الجثة قاموا اخذوا عينة من الدم من دم احمد من الجثة هذه و اخذوا القميص اللي هو قميص هذا عصام اللي عليه نقطة الدم واخذوها على المعمل الجنائي وعلى المخبر للمقارنة انه ممكن تكون نقطة الدم هذه راجعة ال احمد وفعلا تجي النتيجة انه هذه نقطة الدم ال احمد استدعوا السيد عصام تعاليني يا عصام هذه نقطة الدم ترجع ال احمد وشنو اللي جابها عليك قال الله انا ماء ما ماء قاله وقر واعترف احسن لك شنو جاب نقطة الدم هذه اللي ال احمد على قميصك انهار عصام واعترف بشنو اعترف وشنو اللي صار اللي صار انه هذا عصام كان يحب بنت يحب وحده وهو اياها على علاقة وقال الاهله انه انا يعني صار فيه منتصف العشرينيات وانا صرت بسن الزواج وودي اتزود قالوا الساعة المباركة احب على قلب من العسل انك تتزود يا عصام وقام ابو عصام وام عصام راحوا يخطبوله هاي البنت ولما راحوا يخطبونها اهل البنت هذه وافقوا على الزواج بشكل مبدئي بس كان عندهم شرط الشرط هو انه بما انهم يعرفون انه ابو عصام صائغ وعنده مال وعنده حلال فقالوا الابو عصام ودنا تشتري لنا شقة الابنك وبنتنا في وسط دمشق مشان تكون قريبة مننا وندل يعني نروح ونجي على بعضنا فقالهم خلينا نشاء رحالنا وكذا وطلعوا من عند الجماعة وكان ابو عصام زعلان ومعصب من ابنه عصام انه شلون هذول الجماعة ودهم ايانا نشتري لك شقة في وسط دمشق وانت تعرف البيرو غطايا عصام انا اذا ودي اشتري لك شقة بوسط العاصمة ودنا نبيع المحل ونبيع البضاعة اللي عنا وكلها وينقطع باب رزقنا ونحط اجر على اجر فانا ما اقدر ممكن انه نقدر نشتري شقة باطراف دمشق باحد الحارات يعني الراقية بس انه مو بقلب العاصمة ما نقدر احنا يا عصام يا بابا يعني قالوا ما نقدر وهذا الموضوع انساه اللي عدت تفتح ليه نهائيا قام عصام ما قطع علاقته باهل البنت هاي اللي حبها وظلت العلاقة شغالة يعني ويروح ويجي عليهم ولكن بدون علم ابو وامو وكانت هاي البنت تموت بشيء اسمه عصام ويا عصام ومشان الله وخلينا نتجوز وخلي اهلك يجيو وخطبو ومدري ايش وقالها طولي بالك يعني شوفت اهلش طالبين كمان طلب تعجيزي وخلني احاول بلشي اقنع الوالد بلكي الله يسرها علي نشتري لنا شقة هنا ويرضونا هلش هلش مثل منت شايف ما هو راضي والام كذلك الامر تضغط على عصام يا عصام البنت تراها مجنونة ومرضانة ومدري ايش وزعلانة طول النهار يعني حاول انك تزبط امورك بس ترا يا عصام اذا ما شطريت شقة وسط دمشق ترا ما اقدر اعطيك ياها يعني يعني يا عمتي يا عيني يا كذا يعني بتراها في دمشق قالت له ولا ممكن بس ترا كمان البنت اذا صار عليها شي يا عصام انا ما اسامحك لانهم ولعت جدا بعصام قام عصام بعد التفكير وبعد التمحيص وصل الى خطة والخطة هي انه يتصل على احمد وقام استأجر سيارة من احد المعارض ولما اتصل على احمد جاء احمد لعنده على المحل وقال له روح خلينا نشوف الشاب الشاب هذا مو يعني بنفس الحي او قريب من المحل قال له في احد الاحياء خلينا نروح عليه ويشوف البضاعة وتتفق انت وياه قال طيب ماشي بس ما دعنا نتأخر على العشا يا عصام قال له لا لا ما نتأخر ويركبون بالسيارة ويروحون عصام واحمد على الحي اللي قالوا عليه ووقفوا في احد الشوارع وبدأوا ينتظرون ويزمر يزمر يتصل عليه على التليفون هذا عصام يعني يساوي التمثيلية هذه ظلوا لهم عشر دقائق ربع ساعة قالوا والله هذا الهيئة ما هو يعني شوف الغايب وعذره معاه قال طيب معناته مزال ما حصلنا رجعني على البيت خليني الجماعة سعيجون وموح الويجون وما اكون موجود انا بالبيت قال طيب ماشي قام دور السيارة ومشي بس لما مشي طلع من الحي هذا باتجاه المزارع ما رجع على دمشق احمد لاحظ قالوا انت وين رايح يا عصام ليش ما ترجع على البيت على الحارة ونروح لهناك قالوا يا احمد في عندي صديق لي عنده مزرع هنا وعنده شوية فواكه وكذا بما انه صرنا قريبين من هين خليني امر عليه وناخذ هنو ظل رايحين يعني انا مو كل يوم رايح جاي على هالمنطقة هذي قال طيب ماشي بس اهم شي ما نتأخر يا عصام قالوا ما عليك ولا تخاف هاي معانا سيارة احنا سيارة خاصة مباشرة بس 10 دقائق نمر على الرجال وناخذ حاجتنا ونظل راجعين وبدأ عصام يمشي بين المزارع ومن مزرعة المزرعة لحد ما وصل الى منطقة خالية ما فيها لا سكان ولا فيها عدن احمد حس بالموضوع وحاول انه يعني يعني عرف انه فيه شيء او مكيدة او انه هذا عصام مدبر له شيء قام فتح الباب وزدت حاله من السيارة السيارة ماشي على الطريق ترابي وماشي على ما هالها يعني لما وقع زدت حاله من السيارة هو والحقيبة تبعيته وقام وهرب يعني باتجاه قدام السيارة على الطريق الترابي لانه على جنب الطريق مزارع وعليها شيء ما يقدر يدخل بالمزرعة فقال لك خليني اهرب لانه اه عصام بدأت عليه علامات الارتباك وبدأ وجهه يصفر ويحمر وكان قلبه حاسه احمد في شيء مو طبيعي لما بدأ يركض احمد قدام السيارة قام عصام دعس بنزين ولحق احمد ودعسه بالسيارة لما صدموا بالسيارة قام احمد طار من قوة الصدمة ووقع يعني لورا باتجاه الزجاج الامامي للسيارة اتهشم الزجاج ووقف هذا عصام بالسيارة وقام نزل احمد عن السيارة ورجع ركم فيها وطلع فوقها مرتين ثلاث لحد ما اتأكد انه مات وقام شال الحقيبة هذي اللي فيها الذهب وشال حاله وهرب وراح لعند بيت خطيبته اللي هي كان خاطبها وطلعت عليه حماته وقال لها خليلي هشنت هذي عندك يعني امانة قالها طيب ماشي وقام اتصل على احد اصدقائه وقال له يعني راح لعنده بالسيارة وقال له السيارة هاي استعجرتها وسويت فيها حادث واتفقت انا والجماعة اللي سويت حادث انا وياهم واتخلاصت بس المطلوب يا صديقي انك يعني السيارة بحاجة الى غسيل وبحاجة الى تغيير الزجاج الامامي هذا لانه شبه انه خربان فمشان ما يسوي لي مشاكل صاحب معرض السيارات هذا الاستعجرت منه سوي انت الشغلات هذه وكلياته وانا مشغول اصار عندي شغل وكانوا اصدقاء هذولي يعني يخدمون بعضهم قالوا خلاص ماشي اوكي وقام رجع عصام على المحل وفتح المحل وكل هالقصة هذه يعني صارت خلال فترة انتظار فاتن الاحمد اللي هن الساعتين تقريبا ورجع فتح محل وقعد فيه ورجعت اتصلت عليه فاتن تسأل على احمد بعد الاعتراف هذا كامل وتمثيل الجريمة تم احالة عصام الى المحاكمة لما احالوا عصام الى المحاكمة واهلوا وحطولوا محامي قام عصام غير اقوال وكلياتها في المحكمة غير الاقوال اللي قالها في مركز التحقيق عند الشرطة قال انا كنا متفقين انا واحمد هذا على تجارة وعلى تشغيل اموال وفائدة وما فائدة واختلفت انا وياه واضضربنا انا وياه وانا ما كان ودي اني اذبحه يعني بس قام هو هرب ووديني ليل يعني كانت معتم العين وقمت قلت ودي ارجع على البيت وخلص خله وهيني يعني بما انه ما اتفكت انا وياه وتكونت انا وياه وضربنا شوي قمت دعست بنزين ومشيت وإلا هو وطلع قدام السيارة وضربته يعني انا مو قصد اني اذبحه ولكن المحكمة ما اخذت بهاي الاقوال كلياتها وكان هو لما اعترف عند رجال الامن تم الاعتماد على الاقوال الاولية وبعد ما ثبتت التهمة مية بالمية على عصام حاولوا انهم يعني ياخذون تنازل من فاتن عن زوجها احمد فكانت هي قالت ولا ممكن اني اتنازل ويجب انه هذا عصام ياخذ جزاؤه خيانته وغدره بصديقه احمد وبعد عدة جلسات وعدة مداولات تم الحكم على عصام بالاعدام شنقن في نهاية 2003 وبعد عدة سنوات تم تنفيذ الحكم تقريبا في عام 2008 او 2009 تم تنفيذ حكم الاعدام كانت هذه نهاية قصة اليوم لا تنسون الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتصلكم كل قصصنا انا سمعت هاي القصة في احد القنوات وحبيت ارويلكم ياها لانها قصة تستحق انها تروى دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة